تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة السعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياضة اليوم سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثا لدى عدد من الدول الصديقة سيدي خادم الحرمين الشريفين يتشرف الآن بأداء القسم أمامكم حفظكم الله سفراءكم المعينون حديثا لدى عدد من الدول الصديقة وهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريمة بن تبندر بن سلطان بن عبد العزيز السفيرة المعينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لديني ثم مليكي ووطني وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل وفي الخارج وأن أدي عملي بالصدق والأمان والإخلاص صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز السفير المعين لدى جمهورية النمسا أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص الأستاذ عبد الله بن محمد الشعيبي السفير المعين لدى جمهورية الكاميرون أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص الأستاذ خالد بن محمد الشريف السفير المعين لدى جمهورية كبرص بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص بعد ذلك تشرف السفراء الذين أدوا القسم وكل من صاحب السمو الملكية الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفير المعين لدى المملكة المتحدة والسفير المعين لدى جمهورية إندونيسيا عصام الثقفي والسفير المعين لدى جمهورية جورجيا عبدالله المطيري بالسلام على خادم الحرمين الشريفين واستمعوا إلى توجيهاته حضر أداء القسم صاحب السمو الملكية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكية الأساد خالد العيسى ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأساد تميم السالم ترجمة نانسي قنقر